السلام عليكم عايزين نعمل لولادنا حاجة صحية ومفيدة ياخدوها معاهم في اللانتش بوكس وافتروا بيها الصبح من غير ما نحس ان احنا مندينهم حاجة مش صحية هنعمل النهاردة مع بعض وصفة حلوة جدا جدا هنعمل للبيتزا بدقيه الامح الكامل بيتزا صحية ومفيدة جدا كلنا عارفين ان دقيه الامح الكامل غني بالالياف والبيتامينات ومفيد جدا ومفوش اي ضرر وهنحط عليها حشوات بسيطة جدا وافكار بسيطة قوي وان شاء الله هيجبكم الفيديو هتجربوه على طول هنجيب اول حاجة عندي بولة وهنحط دلوقتي انا هاوزن قدامكم اللي الدقيق علشان تبقوا عارفين هو الدقيق بالزبط ده دقيق امح كامل يعني محتوى على النخالة او الرد جبنا كيلو من الدقيق وحطت عليه ربع معلقة من الملح وكمان معلقة صغيرة من البيكنج بودة جبت كمان كباية كبيرة علشان نحط فيها السويل هنبدأ دلوقتي باول حاجة من السويل كباية من المية وتكون دافية ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر ممكن كمان تستبدلوا السكر ده مع عصر لو انتوا عايزين الوصفة وطيبقى صحية جدا وهقلب بقى الحاجات دي كده مع بعضها وهغطيهم لمدة دقيقتين مش اكتر لحد بس ما ألاقي الخميرة بدأت يعني تشتغل وشكلها زي ما انتوا شايفين كده هتعمل سطح سميك كده احنا تأكدنا ان الخميرة بتاعتنا كويسة جدا وهنبدأ نشتغل بيها على طول قلبت الملح والبيكنج بودر مع الدقيق بدأت تعمل حفرة بسيطة كده وانزل بقى بكباية المية المتدوب فيها معلقة الخميرة ومعلقتين السكر وكاد اشتغلت معايا كويس هحط بقى دلوقتي كباية من الحليب الدافي وانزل بها كده على المية وعلى الدقيق وهبدأ هقلب في الاول كده او في المرحلة دي هنقلب بمعلقة عادي جدا حاجة بسيطة كده لمدة دقيقة بس وبعدين هنحط دلوقتي ربعة كباية من الزيت قلبت بس تقلبتين نزلت بقى دلوقتي بربعة كباية الزيت وهبدأ كمان هقلب كده تقلبة بسيطة الدقيق ده بيشرب كمية سويل كتيرة جدا هقولكو دلوقتي اجمال السويل هنحطها في العجينة وهكتب لكو كمان كل المقادير تحت الفيديو بص بقى انا خلطتا كويس جدا كده بايدي لحد ما خفيت ديه تماما بس العجينة عندنا هيبسى قوي علشان كده هننزلت دلوقتي بربعة كباية من الحليب وكمان ربعة كباية من المية الدافية يعني نص الكباية كمان من السويل حطنا في الاول كباية مية وكباية حليب وبعد كده نص كباية من السويل تاني هكتب لكو كل حاجة تحت الفيديو بالتفصيل عجنتها بقى كويس جدا بعد ما حطيت ربعة كباية المية وربعة كباية الحليب دول هعجن العجينة عجن كويس جدا وهريح لمدة حوالي 10 دقيقة أو 12 دقيقة لحد ما تبقى طريقة عني ومش بتلزق خالص هقطيها في بولا كده فيها معلقة من الزيت خطتها كويس بلاستي كراب وسبتها في مكان دافي تختمر اختمرت بعد ساعة وبعد كده خرجتها من البولا زي ما انتم شايفين اخدت كل العجينة يعني الكيلو الدقيق كله هنشتغل في العجينة كلها مرة واحدة حطتها كده على سطح الرخامة ومن غير مدهن من تحت اي حاجة هبدأ دلوقتي افردها بالنشابة العجينة طالما مرتاحة معانا ومخدومة كويس هتتفرد بمنتهى السلاسة والسهولة فردتها بقى كده دلوقتي بصمك مش رفيع وكمان ما تبقاش سميكة زي ما انتم شايفين كده يعني منخلهاش رفيع او هجيب بقى دلوقتي الطعم دورة وممكن كمان تخلوها مربعات بالسكينة عادي خالص او تخلوها حكمها اكبر من كده براحتكم مثلا بكباية او اي حاجة هتعملوا بيها الدواير بتاعتنا دي ودي اسهل طريقة علشان نشكل بيها الميني بيتزا شوفوا بقى الصمك بتاعي مش رفيع ومش سميك اخدت بقى الزوايد اللي كانت طالعة منها العجينة وجمعتها بس كده من غير معجن ولفتها كويس بكلاستيك راب وهسيبها كده لحد مخلص كل الكمية التانية احطها في الصجار وهشتغل بقى في بقية العجينة اخدت الصمك بتاعي اي مقسات عندك براحتكم طبعا مش متأيدين بأي مقاس ودهنت ودهنت زيت بسيطة ورصتهم كلهم وسبت مسافات بينهم بعدين طبعا انتوا عارفين صلصة البيتزا كنت عملتها معاكم قبل كده ممكن تضربوا طماطف في الخلاط وتصفوها وهي بتضرر في الخلاط فصين من التوم وبصلايا صغيرة وممكن لو فلفل الوان عايزين تضربوه في الخلاط عادي او فلفل اخضر اضربوا كل ده في الخلاط وصفوهم وبعد كده حطوهم على النار مع معلقتين زيت زيت زيتون واسيبوهم يكلوا وفي الاخر حطوا بقى الملح بتاعكم الزعتر وتابلون كويس جدا هديبقى عندكم احسن يعني صلصة البيتزا ممكن تستعملوها واسهل كمان دلوقتي انا وزعت الصلصة كويس جدا وبعدين هحط بقى دلوقتي عندك لحمة مفرومة مع الصج زي ما انا حطت لحمة مع الصجة عندك كفلفل الوان يعني فيه بتزات اللي هي بحشية دلوقت دي حطت فلفل الوان وجبنة من فوق وبس والتانية حطت عليها لحمة مفرومة كده مع الصجة بتحبوا الزيتون حطي الزيتون عليها مش بتحب زي كده ما تحطيش عادي ممكن تحشي اي حشوة عندكو بواقي شاورمة اي حاجة عندك في التلاجة وحطت عليها بقى جبن من فوق انا حطيت منزرلة وجبنة شيدر وبعدين دخلتها الفرن على طول كان سخن طبعا من قبلها على الرف التاني من تحت وعلى درجة حرارة عالية فوق المتين ويسبتها لمدة 15 او ممكن تاخد مثلا اقل من كده على حسب درجة حرارة الفرن عندك المهم هتاخد لون دهبي من تحت وهتاخد لون دهبي خفيف من فوق كده وهتطلع بقى معيكي طلعيها واسيبيها لما تبرد وبعدين عبيها في اكاس واحفظيها في التلاجة او في علبة بين كل طبقة اكاس علشان تطلعيها بقى الولادك تحط عليهم في اللونش بوكس او يفطروا بيها اتمنى بقى كل الناس اللي بتخاف تجرب دي القمح الكامل في المعجنات ومتجرب البيت جديد الوقت حالة نتحط عليها اي حشوة اكيد ان شاء الله تنجح معيكم وهتعجبكم ولو عندكم اي استفسار ما تنسوش تسألوني في التعليقات